القراءة طبعاً راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لإلك أو طاقتها تنطلق عليك مثل دائماً راح نسحب كروت للتوضيح ورح نشوف طاقتك الأول بعدين طاقت الشريك نشوف خطواته القادمة وأيضاً مشاعر الباطن أو نواياه الخفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر راح نبلش بطاقتك أول يا برج الأسد شوف طاقتك الحالية شو هي عم شوف كرداية برج الأسد عم يحاول يكون شخص اجتماعي بها الفترة في عندك مشروع أنت باشونت أو أنت متحمس من أجه أو في عندك فكرة في رأسك أنت متحمس من أجلها أيضاً في عندك شخص بحياتك حالياً عم تتدروا كأنه سولميت أو أنت حالياً ببداية علاقة جديدة أو في عندك شخص بحياتك بدك تبدأ معه علاقة جديدة والشخص أنت بتحس تجاهه بشغف أو في باشن كتير عالي وأيضاً الأمور بينكم عفوية مش 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 معقدة الأمور بينك وبينها الشخص باقتها بتير عفوية لسا عم تحس بمشاعر بعض منكم عم يحس أنه انضلم في إشي معين عندك دستس كارد يعني أنت بتحس أنك مبلوم بشأن إشي معين أيضاً بتحس بخسارة في عندك عروض عم نشوف أو أنت محوط بأشخاص حواليك كتير أو في عندك عروض عديدة للحب ولكن أنت مركز على الجانب السلبي للأمور لأنه في عندك مشاعر بالندم وعم تقضي وقت كتير وتفكر بخسارة إذا مرت فيها بالماضي أو ممكن عم تمر فيها حالياً البعض منكم عم يحس أنه مبلوم بدنا نشوف طاقة الحبيب الحالية أو طاقة الشريك سادمس الشريك عم يحس أو الحبيب عم يحس بحزن حالياً عم هو متحفظ على مشاعره هذا الشخص زعلان أو حزين ومش عم يعبر عن مشاعره تجاهك نشوف أيضاً أنه في حكم أصدر بحق هذا الشخص أو بينكم صار فيه بعد وبينكم انتهت العلاقة لأنه هالشخص برغم المشاعر اللي عم يحس بها إلى أنه في عنده صعوبة أنه يعبر عن مشاعره لإلك أو يحكي لإلك هو شو بيحس فيه بينكم مثل الحكم أصدر بالبعض منكم ممكن يكون قرر إنه ينهي العلاقة أو قرر إنه يترك أو انفصلته نشوف إنه هو وحيد حالياً ما في حدا بحياته وهو عم يمر بي عم يمر بتكملة كارما أو في عنده شابتر أو في عنده فصل بحياته هالشخص راح يسكره أو حالياً عم يسكر فيه في أمور عم تنتهي بحياته الشخص أيضاً عنده أو الساحر هالشخص عم يستخدم أو طاقة الجذب عم يحاول إنه يجذبك إلى حياته أو عم شوف إنه في عنده فكرة معينة بحياته هالشخص ممكن يكون عم يحاول يرسل إلى طريقك إذا أنت وهو مش عم تحكو مع بعض رسائل روحانية وعم يحاول يتواصل معك بالمجال الروحاني فننشوف طاقتكم المشتركة أو ما هي ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي أدت إلى إنه يكون في مشاكل بينكم أو اللي أدت إنه يكون في نزاع بينكم أنت اللي بتحس فيه هو اللي بيحس فيه أنت عم تشوف إنه فيه صعوبة جداً بإنك تعبر عن اللي بتحس فيه واحدة من الأسباب إنه إنت هو عم تتخده منطق فرض الرأي أو فرض الهوة يعني إنت بدك تمشي اللي أنت بدك يعني إنه عندك فإنت عم تحاول تمشي الأمور بمنطلق القوة مع إنه بعض الأمور بتتطلب يعني بينك وبينها الشخص بتتطلب بعض الدبلوماسية أو بعض المرونة واحدة من الأسباب اللي اللي سببت خلل بالعلاقة أو مشاكل بينكم إنه إنتوا ما بتحكوا فعلاً شو هو اللي بتحسوا فيه تكتموا على مشاعركم من أجل إنه يعني تبان بشخصية أقوى يعني إنت بدك ووع أيضاً بدو يبان بشخصية قوية يعني بتحس إنه إنت بس تعبر عن مشاعرك ما بدك تهين بكرامتك أو تنزل من من كرامتك تجاه الشخص بتعبر عن اللي بتحس فيه عندكم كرامة عالية إنتوا هالشخص أيضاً فيه تغييرات صارت من الناحية العاطفية بينكم يعني ببداية التواصل بينكم أو ببداية العلاقة بينكم المشاعر كانت عالية بينكم التواصل بينكم كان كتير عالي ولكن فيه تغييرات مفاجئة صارت بينكم فيه لخبطة صارت فجأة خرب الوضع بينكم فجأة فممكن تكون أنت وهالشخص بديت بالعلاقة بسرعة وانتهت أيضاً بسرعة أيضاً أساسات العلاقة عم شوف بينك وبين هالشخص كان فيها شوي خامل أو كانت مهزوزة شوي لأنه الكرت عندك مكرر مرتين بيهدك وبيهدك الأساسات بينكم ما اشتغلتوا عليها صح ما كنتم من بداية العلاقة صار يحين مع بعض فالأساسات بينكم مش قوية كتير فمشان هيك صار فيه لخبطة بينكم أيضاً ممكن أنت تكون تشك فيه من الناحية العاطفية إنه هو مش يعني ممكن هو بيحكي لك إنه بيحبك أو إشي بس أنت ممكن يكون في عندك شك بحقيقة مشاعر هالشخص فهي أيضاً تعتبر من الأساسات المهزوزة بالعلاقة خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل عم شوفك عم تركز رح تركز على الأمور الإيجابية يعني في عندك بالمستقبل نضرة إلى الأمور ولكن من ناحية إيجابية يعني بدك تنظر على الجمال الإشياء على الإشياء الجميل بالشيء وتركز عليه أيضاً عم شوف من ناحية التواصل في عندك رح يصير مع شخص تواصل كتير منيح الشخص رح تتفاهم معه بيجوز هو نفس الشخص هيدا يصير فيه بينكم للمنفصلين رجوع وللي للي بينكم الوضع مش كتير منيح حالياً عم شوف من ناحية التواصل يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون أفضل ولكن عندك هالفارس فارس القوينز أو فارس النقود حركته بطيئة شوي فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات أكتر يعني قبل ما تتخذ أي قرار عم شوفك عم تدرس الأمور أكتر أكتر أيضا انت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي عم شوف انه انت بتفكيرك عم تطمح إلى كيف توصل إلى الرضا النفسي أو إلى الرضا الذاتي مع هالشخص و بعلاقتك مع هالشخص فبشوف من جهة برج الأسد البعض منكم فعلا بدوا يحط مجهود بها العلاقة أيضا الأبراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما انسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيب المستقبلية الأبراج اللي ممكن انت عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية ولكن بتوقع أغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي طاقتك ممكن تكون عم تتعامل معها أبراج ترابية مش عم يشوف كتير أبراج مائية ولكن إلا غالبية ترابية وأيضا هوائية ممكن يكون مائي هالشخص ولكن مش كتير مبين عندي مائي ممكن يكون أي برش طبعا هاي فقط احتمالات بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة أو خطوته في المستقبل عم يشوف انه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص عم يحاول يتقرب إلى الله أكتر أو عم يحاول يعني يرتقي أو يعلى بروحانياته لأنه هو بده فبده عم شوف بده أيضا يصلح الأمور معك من النحية العاطفية بده يكسبك كصديق هالشخص قبل قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم عم شوفه منعزل وإذا أنت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوفه عم يراقب من بعيد علاقتك أو عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الأشخاص الجديدة بحياتك شخص عم شوفه حاليا منعزل منطوي على حاله وعم عم يبحث عن أجوبة بالمجال الروحاني أو عم يحاول أنه يفهم آخر العلاقة بينكم شو هي لأنه نبين أنه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة في أوراق مائية هون كتير فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لإلك أو كتير يكن مشاعر لإلك إلى أنه عنده فهالشخص من ناحية العقلية مشوش لسا مشوش لسا في عنده مخاوث داخلية أيضا عم يحس أنه هو بصراعة عم يحس أنه في منافسة بينه بين الأشخاص اللي حواليك أو في منافسة بينه وبينك تجاه الشيوعين عم يحس أنه هالعلاقة بينكم فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من التحدي وهو عم يحس أنه دائما لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص ولكن عم شوف أنه عنده The Empress Card The Empress Card هاي امرأة بتتبع بحنان عاطفي كتير كبير يعني هالشخص رح يكون متعاطف كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك انت شخصيا وشوف أنه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة وأيضا فقط هو في عنده شوي 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 مخاوف وبرانوية بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل فانت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم أو كيف تصلحوا الوضع بينكم عم شوف أنه انت عندك النية وهو أيضا عنده النية هم إنه فيكن تصليح للأمور والوضع بينكم أيضا عندك تامبرينز كايرد تامبرينز كايرد أيضا ترمز إلى الشفاء يعني الكرتين هدول بيحملوا نفس المساج أو نفس الرسالة فانده هو بدكم توصلوا إلى نقطة وسط أو نقطة عدل أو أو نقطة تحلوا فيها الأمور بينكم بتناتعلق من الناحية العاطفية لأنه في عندكم يعني في عندكم بالعاطفة برج الأسات بداية جديدة ممكن تكون معها الشخص وممكن تكون يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد أو شخص آخر ولكن عم شوف للبعض منكم برج الأسد اللي منفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع الحبيب يعني في عندك بدايات جديدة أيضا The Chariot Delivers طيب ممكن أنت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزة هالكرت بيتبع برج الجوزة ممكن عم تتعامل مع برج السرطان هالكرت بيتبع برج السرطان وممكن أيضا عم تتعامل مع برج الثور أنه هالكرت عم يتبع برج الثور أيضا جميع الكروت التوضيحية بالديك هاد جميعها ميجر أرقانا أو من الكروت الكبيرة يعني فيه تغيرات كبيرة رح تصير بينكم و بين هالشخص هلا نصوي بريك داون لكل الكرت The Lovers Card أنتم هو رح تنحطه بمطرح في كل اختيار أو رح تنحط بمطرح أنه لازم تختار بين شيئين أو تختاروا أنه ترجعوا لبعض أو لا أو تختاروا أنه تصلحوا العلاقة مع بعض أو لا يختلف الوضع من شخص إلى آخر أيضا The Chariot Card يعني فيه عندكم تقدم رح يكون سريع بس تجتبع طاقة الحبيب و طاقتك أنت مع بعض تغض الحركة بينكم التقدم بينكم رح يكون كتير سريع لأنه هالورقة تحكي عن التقدم إلى الأمام وأيضا رح يكون تقدم كتير سريع بالنسبة لهالكارت آخر كارت The High Priest فيه عم شوف أنه أنت و هو عم تذكره بإلتزام جدي أو إرتباط جدي لأنه هالكارت كارت الزواج ولكن مش ممكن يعني بالضرورة أنه يعني زواج ولكن بهاني شيء جدي يعني إذا أنت و هو بعلاقة كاجول أو علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة إلى أنه يكون فيها إرتباط أو إرتزام جدي أيضا البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع إلى خطوبة أو من خطوبة إلى زواج الفكرة بها الكارت أنه الأمور يعني رح تطلع ستب أعلى أو رح تطلع خطوة أعلى فهي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير كتير مني حعم شوف في عندك بدايات الحب العاطفة جديدة عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي مع الحبيب في عندكم فرصة بدك أنت تشوف إذا رح تستغلها أنت و هالشخص ولكن في عندك فرصة في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني صفحة جديدة أيضا الطاقة بينكم رح تكون كتير سريعة في فرصة لبرج الأسد كتير عالية ببدايات حب جديدة وأيضا تواصل تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح أوكي حباي ببرج الأسد بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيتي الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شير وسبسكايم إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قايدل شكرا للمشاهدة